السلام عليكم شلوكم أعزائي المتابعين الكرام أتمنى أن تكونوا بصحة وبعافية اليوم حلقة جديدة وحلقتنا اليوم جودة في مجمع روياض ستي الواقع في مدينة أربيل فكونوا معنا هذا المجمع واحد من ضمن المجمعات الموجودة في منطقة اسمها منطقة إمباير المجمع إمباير مجمع كبير جدا ويقع في المربع الذهبي في مدينة أربيل المربع الذهبي في مدينة أربيل اللي ما يعرفونها هي منطقة سكانية جدا راقية فيها محلات وأسواق وكافتريات يعني هاي المنطقة يسموها دبي الثانية ويزوروها كثير مشاهير يصورون ودائما تظهر أنه كأنها أخت مدينة دبي يعني يطلقون عليها مدينة دبي الثانية ويقع ما بين الشرع المئة متري والأربعين متري فرويال سيتي يعني جزء من مجموعة شقق إمباير مثل ما شايفين عزيزي المتابعين الكرام وهالمنطقة كلها مليئة بالحدائق مثل ما شايفين واليوم راح ندخل أيضا أحد الشقق السكنية ونستعرض بكم فيها عفوا الموجود في الشقة وأسعار الإيجار والخدمات وأسعار الشراء أيضا بيع وشراء الشقق في هذا المجمع طبعا في كل عمارة يوجد ثلاث مساعد مساعدين خدميين يعني يقدر السكان العمارة يطلعون عليه فوق وجوه يعني يصعدون عليه ومساعد كبير إذا تريدون تودون أغراض يعني ثلاجة أشياء كبيرة تقدرون تودون أغراض أكون مساعد ثالث كبير جدا يقع في خلف العمارة بالضبط وهذا يقدر تقدرون تخلون به ثلاجة أشياء كبيرة تخلون به بس مساعدين ثانيات خدميات يعني يقدر الناس يعني أربع نفرات كل مساعد يستوعب أربع نفرات يقدرون تخلون به مساعدين ومساعد ثالث من الأشياء الكبيرة هس إحنا رح ندخل في أحد الشقة السكنية الموجودة في هذا المجمع مثل ما شايفين إحنا دخلنا هذه الشقة هذه الشقة مساحتها 175 متر هس إحنا داخلين على المطبخ وهنا البلاكون مثل ما شايفين عزيزي المتابعين الكرام وموجودة عدة غرف ومثل ما شايفين هاي الشقة مؤثثة بالكامل ونظيفة جدا مشكورين أحد الأخوان قبل أنه ندخل الشقة مالتة ونصورها ويعني تصوير يعني بناء على طلب كثير منكم أنه نصور الشقة من الداخل مثل ما شايفين توجد عدة من الحمامات في داخل هذه الشقة وأيضا موجودة عدة غرف طبعا هاي الشقة مساحتها 175 متر مربع وشقة قليل مساحة تتراوح ما بين 175 متر مربع إلى 181 متر مربع أسعار هن ما بين 165 ألف دولار أمريكي إلى 188 ألف دولار أمريكي ولازم أيضا تدفع شهريا خدمات خدمات الشهرية أعتقد ما الشقق أمبير يعني بصراحة ما أعرف بس أعتقد مبلغ أكثر من 100 ألف دينار عراقي يعني أكثر من 100 ألف دينار عراقي تدفع شهريا ما أعرف بالضبط يعني ما تذكر المبلغ بالضبط يعني إذا واحد يعرف وساكن هاي الشقق يقول ليش قليل يدفع شهريا خدمات شهرية ما الشقق أمبير لأنه بالضبط الرقم ما ما عرف يعني جوز أكثر من 100 ألف دينار عراقي جوز أقل ما نذكر الرقم أما أسعار الإجارات إجارات الشقق هاي اللي شايفيها يعني المساحة 195 متر مربع إلى 181 متر مربع فتتراوح أسعار الإجارات ما بين 700 دولار إلى 900 دولار يعني إذا شقق مؤثثة 850 دولار وإذا شقق غير مؤثثة يعني ما بين 700 إلى 800 دولار طبعا حسب موقع الشقة وشقد ارتفاعها يعني بأي طابق تكون مثل ما شيفين هاي المحلات كلها رح ت يعني خلال الأشهر القادمة رح تخلص يعني بعد شهر و3 أشهر رح تكون مليانة وهذا منجمع قريب من كل المراكز الحيوي الموجودة في مدينة أربيل من أسواق وموضاء وحداق عامة يعني منجمع كلش كلش راقي ومثل ما قلت لكم هو في المجمع المربع الذهبي في مدينة أربيل طبعا أيضا توجد شقق أكبر من هاي النوعية اكو شقق مساحة ما بين 272 متر مربع إلى 273 متر مربع هاي أسعار هن تتراوح ما بين 220 ألف دولار أمريكي إلى 250 ألف دولار أمريكي أما أسعار إيجارات الشقق لمساحة 272 متر إلى 273 متر مربع أسعار الإيجارات مالت هن تتراوح ما بين 950 دولار إلى 1100 دولار حسب نظافة الشقق وحسب مكان الشقق نحن داخلين بشقق مؤثثة مثل هاي الشقق المؤثثة إيجارات يعني 800 دولار 850 دولار تقريبا هو هذا الحدود يعني وحسنا نتجغل في الحدائق الموجودة في هذا المجمع منجمع رويال أمباير مثل ما شايفين ومنجمع كلش كلش نظيف وأمين جدا وفي ملعب مالأطفال أما الكهرباء فالكهرباء هنا على نظام البري بايد يعني ما كو كهرباء حكومية أو هي كهرباء حكومية بس نظام بري بايد يعني تروح للمركز الخدمات من الشركة أمباير وتشتري كهرباء أقل شي 56000 دينار و 56000 دينار فما فوق يعني تشتري يعطوك عدد من الوحدات وحسب صرفياتك يعني كل ما تكون صرفياتك أكثر كل ما لازم تستهلك عدد وحدات أكثر فلازم تشتري كهرباء بمبلغ أكبر فهي مثل ما تقولون كهرباء يعني حكومية أهلية يعني يعني بصراح ما عرف بالضبط بس هو نظام بري بايد بس ما عرف هي حكومية 100% وأهلية 100% ما عندي معلمات بس أنت تشتري كارت مع الكهرباء من مركز الخدمات مع الشركة أمباير يعني ما كو موظف كهرباء حكومي يجي لك يقول لك تعال هل قد كهرباء حكومي عليك لا أنت لازم تروح للمركز مع الخدمات السيرفيس مع الخدمات مع الشركة أمباير وتشتري كهرباء وإذا عندك شيء عطلان أو سيبليات أو شيء أيضا تروح للمركز الخدمات مع الشركة أمباير تبلغهم حتى هم يدزوا لك عمال يصالح لك شيء عطلان إذا كان غاز إذا كان كهرباء إذا كان سيبليات إذا كان باب إذا كان جامع إلى آخر هي مثل ما شايفين أحنا داخل الشقة وهذه البلق هنا مثل ما شايفون وهذه السابالت مثل ما شايفين عزيزي المتابعين الكرام وهذه الحديقة أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وينال رضاكم وتقبلوا مني بالختام خالص المحبة والاحترام تحياتي ومحباتي لكم مع السلامة باي باي